عيب أنه تأخذ المشروع وينتج من طرف دولة أخرى أو دول أخرى لأنه في نهاية المطاف أنا نشوف في الأمير عبدالقدر هو رمز للجزائر أولاً وأخيراً وهو كيف نقول إحنا مؤسس الدولة الجزائرية وننسى أنه رمز لأن الأبقى في نهاية المطاف هو الجانب الرمزي للأشياء وليس الجانب الجسدي الجانب الجسدي يذهب يعني فأنا أتمنيت أن وصل للموضوع وهل أنت متفاءة بإنجاز هذا الفلف؟ لا والله ما كثير يعني للأسف يعني أنا نشوف أن المشروع متوقف ما فيش حركة وحتى المنتجين يعني بدأوا يشككون في جدية الطرف الوطني الجزائري وبالتالي لا أدري يعني أتمنى أنه ينجح يعني بصراحة سراب الشرق الرواية القادمة صح؟ هذا المشروع مع قطر هذا انتهينا منه وأنجز في إطار جائزة قطر العالمية للرواية هكذا تسمى واشتركنا فيه نحن خمس ودباء في نهاية المطاف أديب إسباني فرنسي من الوطن العربي أنا وكاتب عراقي وكاتب من أمريكا اللاتينية وكلهم كتاب على كل حال معروفين يعني عالميا نعم مثل هالمشاريع ما تكون متعبة أو جدا وخصوصا لما يطلب منك وأنت دخلت في مثل هالمشاريع وتاريخية أقول لك يعني هو الطلب طلب واسع لأنه الوضع العربي من اتفاقية سيكس بيكو إلى اليوم معنى تقرن من الزمن وقرن من الزمن أنت تستطيع أن تقول فيه ما تشاء وبصراحة لم تكن هناك أي مسترة مسبقة يعني أنه كان في حرية مطلقة بالنسبة للكتابة والله لم ينزعوا كلمة واحدة يعني من النص الذي سيصدر في جزئين كل جزء فيه تقريبا سبعمائة سبحة يعني نعم ولهذا أنا بصراحة حتى كنت أتصور مثلا في موقفي من لورنس العرب لأنه فيه رؤية عربية تقدسوا شوي تعتبروا أنه شارك في تحرير الوطن العربي في سنة في ثورة 2018 يعني ولعب دور أنا بصراحة شايفه جسوس يعني هذا اللي وصلت له في الرواية وأقول ذلك يعني بصرمة وتوقعت أنه يكون فيه نقاش وكان فيه نقاش مش مع المؤسسة كان مع المترجم إلى اللغة الأنجليزية فهو أنجليزي فيقول لي يا أخي هذا بالعكس كان جنتلمان وإنسان طيب قلت له ما ليش روح قرأ أعميدة الشيعة السبعة الذي كتبه لسيد بيليد لساجيس روح قرأوه في الفصل الفلاني وقل لي من يكون كيف كان يكتب تقارير إلى آخرين عنوان واحد بدون عنوان في رأي أقرب رواية إلى قلبك وتحس أنه إنجاز كناقد وكأستاذ أنت وتحس أنه نقلتك والنص الأقرب لك ربما كان شروفات بحر الشمال شروفات بحر الشمال ربما أعتقد أعتقد لأنه لأنه النص الذي سافر عبر الوطن العربي كثيرا نعم وحتى عالميا يعني استقبله بشكل جيد طبعا فيه كتب الأمير فيه ذاكرة الماء ذاكرة الماء كذلك فيه نصوص أخرى يعني نعم اللي كان إلها سادة بس هذا أكثر نعم فيه إنتاج غزير يعني ماشاء الله روايات كثيرة ومشاريع كثيرة بالإضافة إلى الروايات الذهنية اللي موجودة في البيت مكتبة يعني نعم عندك أيضا مشروع لكتابة سيرة نعم وكما قرأت أنك راح تسميها عشتها كما اشتهتني أيوة 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 هو عادة أن نقول عشتها كما اشتهيتها نتكلم عن الحياة طبعا يعني هو فيها لعبة يعني لغوية كمان نعم لكن أنا أقول عشتها معناته فيه الإرادة الفردية في عملية العيش يعني الرغبة حب الحياة يعني لكن كما اشتهتني معناته الحياة كمان إلها قانونها وإلها ضوابطها وإلها ظروفها يعني مش نفس ماركيز عشت له لأروي لا 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 هو عشت لي يروي عشت لي يروي أنت عشت لي نعم كما اشتهت فهذا النس أنا بدأته كان يفترض أن أسافر يعني إلى أمريكا كان فيه على أساس أستقر ثلاث شهور يعني بنيويورك وأنتهي من الناس لكن ظروف شاءت أني لغيت السفراء لكن النس طبعا أنا اشتغلت فيه يعني مستمر ونس يجسد العلاقة تماما مع الحياة لأنني بصراحة أنا لا أحب السير المباشرة أحب السير الإبداعية ومنذ البداية اختاريت مثلك نيكوس كازانزاكي يعني قد يكون الاختيار صعب لأنه عبارة عن حلم صحيح عندما كتب سيرته الذاتية نعم مش اللي كتبتها عنه المنشق اللي كتبت عنه زوجته هذا الرسائل لا هذا اللي كتبوا هو الطريق إلى غريكو ترجمة ممتازة جدا فأنا أحب هذا النوع من الكتابة لأنك كانت يجب أن تدخل القارئ أولا في عالم الشهوة الأدبية أن يحب هذا الشيء حتى يستطيع أن يستمر معك في الحياة في السحر أيضا طبعا وإلا ما ينفع وسين الأعراج اليوم سعداء كثير خذتنا إلى شروفات كثيرة مش بس شروفات بحر الشمال شروفات أمستردام وقاريس والجزائر شروفات الحياة كلها شكرين لك على حضورك وموثق في عالم الكتابة الحياة أشكرك جزيرة شكر على هذه الدعمات شكرا جزيلا شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان شكرا على حسن المتابعة نلتقي مع بروين حبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا